السلام عليكم أصدقائي تحياتي إلى الجميع هناك الكثير من الأسئلة والمفاجآت الملغومة والحقائق المتعلقة بمحاولة اختيال دورالد ترامب يا جماعة هذه هي أخطر محاولة اختيال بالتاريخ الحديث بقت كثير أسئلة بدون إجابات ولو ربطنا بين الحقائق وبين الأمور الغير مفهومة حنشوف أن الهدف من المحاولة كان ربما يتعلق بإشعال حرب بأوروبا قبل أن نخذ بالتفاصيل اشترك الآن بالقناة وفعل جرس التنبيهات حتى توصلك الإشعارات أولا بأول الفيديو يصلك مباشرة وشكرا اللي راح يضغط على زر الإعجاب هذا شيء يساعدني على الاستمرار بالقناة من أهم الأمور الغير مفهومة هي إفادات الناس اللي كانوا حاضرين اللي كانوا يسمعوا الخطاب ترامب بعضهم شاف القناص اللي حاول اختيال ترامب وتبين يعني أنهم شافوا خبره والشرطة ولكن ما تم اتخاذ شيء وتبين أن اسم القناص اللي هو قتل اسمه ماثيو كروكس وهو أمريكي يهودي طبعا وسائل الإعلام الألمانية ما ذكرت أصلا وهو عمر عشرين عام من نفس الولاية اللي كان بيها التجمع الانتخابي ببنسلفانيا ويبعد مكان سكن عن المكان اللي كان بيترامب سبعين كيلو متر الحضور بعضهم شاف ماثيو كان حامل قناص وخبره عملاء السكرت سيرفيس الخدمة السرية ولكن ما تم أخذهم على محمل الجد والخدمة السرية اللي يفترض أنهم يحمون دونالد ترامب كونه ليس فقط مرشح بل هو رئيس سابق وهو واجبهم أنه يحمون الرؤساء ومرشح منافس لجو بايدن ولهو حظوظ كبيرة بالفوز بالانتخابات الأمريكية والخدمة السرية بعد فوز بايدن خدمة السرية المسؤولة عن حماية الشخصيات مثل ترامب وغيره غير رئيسهم جاب رئيسه تابع للحزب الديمقراطي اللي عارض ترامب اللي هو من الحزب الجمهوري أيضا وسائل إعلام أمريكية تقول أنه قبل حادثة إطلاق النار لاحظوا يعني ما هذا المصادفة الغريبة مصادفات كثير غريبة قبل إطلاق النار توجه الشرطي للبناية اللي كان متمركز بها ماثيو كروكس وشاف القناص ولكن ماثيو وجه سلاح على الشرطي وقال له أغرب بعيدا عني والشرطي بتعد لاحقا يعني وصلوا إلى هذه المعلومة هل الشرطي خاف على نفسه هل الشرطي طنهش هل هناك مؤامرة كبيرة لا أحد يعلم ذلك ولكن الصحف الأمريكية ووسائل التواصل الاجتماعي هناك يعني الوضع بيها جدا خطير نظريات كثيرة مطروحة الآن وهناك نظرية أيضا خطيرة يتم الترويج لها مفادة بأن ترامب تم تدبير محاولة قتلى على كبار على يد كبار الحزب الديمقراطي وهذه النظرية يؤمن بها الكثيرين من مؤيدي ومناصري ترامب وهي سردية مشابهة للسردية الروسية فالكريملين هو ما اتهم إدارة بايدن بمحاولة الاختيار ولكن جاء بالبيان الروسي أن الأجواء اللي خلقتها إدارة بايدن حول ترامب مهدت لما حصل له بالتجمع الانتخابي يا جماعة ترامب يريد إنهاء الحرب بأوكرانيا يريد عدم دعم أوكرانيا يريد إرجاع العلاقات والصداقة مع روسيا يعني حتى إنهاء كل هذه المظاهر بالدول الأوروبية أيضا يريدها الآن دعونا من كل شيء أكثر أمر ملفت للانتباه هو كلام خطير بمقال رأي كتبته ابنة الرئيس السابق رونالد ريغن الرئيس الأمريكي السابق كتبته بصحيفة نيويورك تايمز ربطت محاولة اختيار ترامب بأنه هدفها كان تحقيق حرب عالمية بالإضافة إلى حرب أهلية بداخل أمريكا الرئيس الأمريكي الأسبق أو السابق رونالد ريغن كان جمهوري من نفس حزب ترامب كان عنده مواقف مهمة ويعني تأثير كبير بفترة الحرب الباردة كان يريد إنهاء الحرب الباردة يريد إرجاع الصلح مع الروس ويعني نفس الشيء اللي يريده دونالد ترامب إنهاء الحرب مع الروس تعرض رونالد ريغن لمحاولة اختيال بسنة 81 ولكنه نجى منها وأول كلمة قالها بعد النجاة من محاولة الاختيال هي ربنا أنقذمي من محاولة الاختيال لإيقاف الحرب الباردة مع الروس من التطور إلى حرب كبيرة وربما نووية وعالمية ترامب عمل نفس الشيء كتب مقال وقال بالمقال إن الرب هو الوحيد اللي نجاني من محاولة الاختيال وهي ليست محاولة الاختيالي بل هي ضدكم أنتم كناخبين وكأمريكان وصور عملية الاختيال على أنها تريد انهاء من الحياة السياسية بأمريكا وصار يروج لأمور يعني شبه بها ما يحصل بأنه دولة عميقة بها إذلوجيات معينة ما تريد وجود ترامب لأن سياساته تتعارض مع سياساتها لنرجع إلى الوراء قليلا الاجتماع حلف الناتو السنوي اللي حصل قبل أسبوع تقريبا كان زبدة الاجتماع أو هدف الأساسي هي محاولة استباق الأحداث واستباق فوز ترامب بالانتخابات الأمريكية وهو كان ينوي إيقاف الدعم لأوكراني هم خصصوا مبلغ مالي كبير جدا لدعم أوكراني من الخزينة الأمريكية بمقدار حوالي 50 مليار يورو كل هذا قبل قدوم ترامب للحكم يعني بالانتخابات لمحاولة تدارك الأمور وليجعل قدوم ترامب يكون أقل وطأ على دعم أوكراني لأنه يريد غلق الحرب وإنهاءها وإقامة الصلح المباشر مع الروس أيضا بعض النظريات الطالعة بأمريكا تفيد بأن لوب الأسلحة هو من يقف وراء محاولة اغتيال ترامب لأنه باستمرار حرب أوكرانية تتدفق المليارات من الدولارات واليوروهات بالهبل على صناعة الأسلحة وبأسعار عالية الأوروبيين يشترون السلاح الأمريكي والهولنديين الآن مثلا يعطون F-16 للأوكران لأنهم حصلوا على وعد من الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه يعطوا الأوكران F-16 وإحنا راح نمطيكم ال F-35 فلوبي الأسلحة صناعة الأسلحة ممكن تضرر لو انتهت الحرب اللي يريد إنهاءها دونالد ترامب ويريد ركز على أمور عديدة أخرى يعني بعيدة عن الحرب موضوعنا التالي أصدقائي روسيا تهدد ألمانيا وأوروبا بعد إعلان أمريكا نيتها عن نشر أسلحة بعيدة المدى تحديدا صواريخ التومهوك وصواريخ سام 6 اللي عملي لها أبديت الأخير التحديث الأخير ستقوم بنشرها أمريكا على الأراضي الألمانية يعني صواريخ أمريكية راح تأتي لألمانيا موجهة إلى روسيا هذه الصواريخ قادرة للوصول على العمق الروسي وحتى تجاوز العاصمة موسكو الآن جاء الرد من الكريملين من الرئاسة الروسية عن إعلان أمريكا وديمتري بيسكوف اللي هو المتحدث باسم الكريملين ويعني قال إن رغبة أمريكا بنشر هذه الصواريخ على الأراضي الألمانية هي استهداف واضح لنا وللعاصمة الروسية موسكو خصوصا بعض الصواريخ مداها 2500 كيلومتر قادر على حمل رؤوس نووية وممكن يعني تصل إلى موسكو وإلى ما هو أبعد من موسكو وجاء ببيان الكريملين إن أمريكا هدفها نشر صواريخها بالعواصم والدول الأوروبية في إشارة إلى ألمانيا وتوجيهها علينا نحن الروس ومن حقنا أنا ندافع عن أنفسنا وإن أمريكا تستفاد من التصعيد الحالي حتى تثبت أسلحتها وتوجهها علينا ولكن هي بعيدة عن الأحداث ولو حصل شيء فالعواصم الأوروبية والدول الأوروبية اللي يتم به نشر الصواريخ حتكون ضحية هذا الصراع ورح نستهدفها بكل صواريخنا وترسانتنا العسكرية أصدقائي هذا هو بيان الكريملين الصواريخ الأمريكية بألمانيا مثلا بالدول الأوروبية رح نستهدف الدول اللي تستهدف هذه الصواريخ هذا يعني أن الحرب ما رح تكون بين روسيا وأمريكا بل بين الأوروبيين اللي هم صاروا طرف ثالث ويعني بين الطرف الروسي بنفس الوقت كانت هناك معاهدة بين أمريكا وروسيا وهي معاهدة منع انتشار الصواريخ بعيدة المدى والمتوسطة اللي هي تحمل رؤوس نووية هذه المعاهدة تم يعني إلغاءها أو تفكيكها أو تخريبها سموها مثل ما تحبون بسنة 2019 والآن ما تلتزم كل الأطراف بأي تقليل لنشر الصواريخ موضوعنا التالي أصدقائي تغيير جذري بنظام المساعدات الجوب سنتر بألمانيا زعيم حزب الـ FDP اللي هو شريك بالإئتلاف الحاكم بألمانيا كريستيان دور قال كلام هذا اليوم بخصوص مستقبل معونة البوغا جلد اللي يحصل عليها أكثر من خمسة ملايين شخص بألمانيا قال إن هذه المعونة أو المساعدة حتتغير بشكل كبير وتصير حتى أصعب وأكثر تشدد من معونة الـ هاتس فيا اللي هي نظام الجوب سنتر قبل قدوم أولاف شولتس وحكومته ووفق حزب الـ FDP فإن معونة البوغا جلد ستمر بإجراءات عديدة تجعلها تكون متشددة وحازمة وصارمة ومن يتلقى المعونة البوغا جلد سيتعرض لمطالبات يعني طالبة جوب سنتر بأشياء كثيرة جدا يعني أكبر حتى من نظام الـ هاتس فيا من ضمن الأمور اللي حتتغير بسنة 2025 هذا أمر مهم يعني يأخذ عننا فكرة كل من مسجل على الجوب سنتر اللي هي موضوع الخمسين كيلومتر وثلاثة ساعات أصدقائي الجوب سنتر رح يقدم فرص عمل للمسجلين على الجوب سنتر اللي يرفضها يتم قطع المعونة عنه نطاق فرص العمل رح يكون حتى أكثر من خمسين كيلومتر وحتى لو كان الطريق من منزل متلقي المعونة إلى مكان العمل المقدم من الجوب سنتر ثلاثة ساعات فأنت ما يمكنك رفضها لفرصة العمل المقدمة وفي حال ترفضها رح تقطع عنك المعونة ونفس الأمور ينطبق على من يعثر له الجوب سنتر على فرصة تكوين مهنية أو أوسبلدونج أو حتى ما سنامة حتى لو كانت بمكان بعيد فمن يرفضها تقطع عنه المعونة أيضا الجوب سنتر سيصبح أكثر تشدد على من يعمل بالأسود هذا ما أعلن عنه زعيم التجمع البرلماني لحزب الـ FDP بالحكومة الألمانية بالبرلمان الألماني موضوعنا الأخير أصدقائي شعاع غريب بسماء برلين يوم أمس بالساعة التاسعة والنصف مساء بعد التاسعة والنصف بعد ما صارت الدنيا عتمة انطلق بسماء برلين شعاع غريب تمكن من مشاهدته كل من يسكن بكل أجزاء برلين يعني وين ما تكون أنت ببرلين أو حالين برلين لو نظرت إلى مكان الشعاع الضوئي كان شاهدته الشعاع الأخضر الناس شافوه من أماكن بعيدة وهو ارتفاع 30 كيلومتر بالسماء يوم أمس الشعاع الأخضر كان ترند بوسائل التواصل الاجتماعي الناس ربطوا بين الحرب الروسية الأوكرانية وقسم قالوا أن مصدر هذا الشعاع هو مصدر فضائي أو أبحاث فضائية وإلى آخره ولكن الآن حسيم الأمر الشعاع المدوخ سكان برلين هو شعاع ليزري مصدر برلين شبانداو يعني منطقة شبانداو وشركة أوستن مارتن للسيارات قامت بتشغيل أحد أقوى أجهزة الليزر الضوئية بالعالم وقالت الشركة بالبيان أن الطقس إذا كان صافي في هذا الليزر مالتنا ممكن يوصل 30 كيلومتر بالسماء وأن الشعاع بيه حساسات ضد الطائرات كلما اقتربت طائرة بالرادار يعني الليزر بنظام راداري من تقترب طائرة يعني ينطفع الشعاع بشكل مباشر ومن تصير المسافة خالية من الطائرات تشتغل أشعة الليزر من جديد بهالموضوع أصدقائي وصلنا للنهاية إن شاء الله تكونوا استفادئتي وتحياتي لكم مع السلامة